تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قال سعدت دكتور عبدالحسين بن علي مرزا وزير شؤون الكهرباء والماء إنه بحسب توجيهات سموه فإنه يجري العمل على مشروع بناء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ مئة ميجاوات من الكهرباء وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص يأتي ذلك ضمن جهود حكومة مملكة البحرين في التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وتنويع مصادر الطاقة والتي اعتمدت الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف من خلالها للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 5% من الانتاج الكلي بحلول 2025 وتعمل هيئة الكهرباء والماء الآن مع الجهات المختصة بتعيين استشارية للمشروع لإعداد الوثائق الخاصة بالمواصفات الفنية والاتفاقيات ومن المتوقع يتم دعوة المطورين للمناقصة في فبراير المقبل 2018 على يتم الانتهاء من تشييد المحطة وتشغيلها مع نهاية عام 2019 وبهذه المناسبة أشاد الوزير ميرزا بما قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من عرض في الملتقى الحكومي لهذا العام والذي اتسم بتطلعات تفاؤلية حول الإنجازات التي تحققت في المحاور الستة الرئيسية في برنامج عمل الحكومة بما يؤدي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وصولا إلى تحقيق الكفاءات والانتجية في العمل وتحقيق أهداف البرامج التنموية للحكومة ومن ضمنها الاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة والتي يأتي من ضمن أولوياتها محور البيئة وتنمية الحضرية ترجمة نانسي قنقر